أهلا بكم أعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن الكورتزون مع مريض الكورونا هل مريض الكورونا بيحتاج كورتزون ولا لا؟ وهل مريض الكورونا ياخد كورتزون في البيت ولا لا؟ وإيه دور الكورتزون بالزبط؟ حسب الدراسات اللي موجودة لحد دلوقتي فالكورتزون زي الديكساميثازون أو زي البردنيزولون أو الميثايل بريدنيزولون فالكرتزيونات دي لقوا ان هي مفيدة في الحالات اللي في العناية المركزة اللي على mechanical ventilation أو الحالات اللي على اكسجين لاننا بيستخدامها بنحاول نمنع حاجة اسمها cytokine storm اللي هي الاستجابة المبلغ فيها من جهاز المناعة بتاع المريض أو systemic inflammatory response واللي ممكن تعمل lung injury وممكن تعمل multi organ failure أو فشل في وظائف أجهزة الجسم المختلفة فلاقوا ان استخدام الكورتزيون في الحالتين دول اللي هي عناية مركزة على mechanical ventilation أو عيان على اكسجين لان اكسجين قليل لقوا استخدام الكورتزيون في الوقت ده بيكون مفيد وبيقلل شوية الوفيات لكن عيان مش في عناية مركزة ومش محطوط على اكسجين لقوا ان الكورتزيون ملوش دور معاه بالعكس ممكن يضره ده احنا كنا زمان في قاعدة كده معروفة ان اي عيان عنده viral infection ما بندلوش كورتزيون عشان ما نعملش flare للانفكشن زي مثلا يعني كان زمان لما يبقى عنده هيربس ولا عنده جدري ولا عنده حاجة ما ندلوش كورتزيون عشان ما نعملش flare للانفكشن نفس الكلام مطبق هنا الكورتزيون مفيد في الحالات الشديدة فقط عشان السيتو كاينستورب مش في الحالات العادية اطلاقا الكورتزيون ممكن يطول مدة بقاء الفيروس في الجسم ممكن يتفاعل مع ادوية تانية المريض بياخدها ممكن يرفع نسبة السكر في الدم ممكن يقلل المناعة بتاعة المريض فيحصل عدوى بكتيرية او يحصل عدوى فيروسية تانية او يحصل عدوى فطرية او حتى العيان يحصل له re-activation لعدوى موجودة في جسمه بالفعل زي T-B مثلا الهيباطايتس B فيروس وغيرها وغيرها كتير من الاعراض الجانبية للكورتزيون وبكده تبقى الخلاصة ان كل العيانين اللي في البيت غالبا مش هيحتاجوا كورتزيون والكورتزيون زي ما قلنا في الحالات العناية المركزة فقط واللي على اكسجين فقط والمصادر هسيبها لك اسفل الفيديو في الوصف او في اول تعليق وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك بقى في القناة واعمل لايك وشير وشكر الله حضرتكم